بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وفضل بعضهم على بعض ورفع قدرهم وجعلهم سبباً لهداية الناس وختمهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الشهادتين علامة لقبول الإنسان لهذا الوحي المبارك الذي أرشد الله به البشرية والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سميلة حديث مهم لأنه يبين لنا أن أشهادتين من أركان الإسلام من الأعمدة التي يبنى عليها الإسلام من الأبواب التي ندخل منها إلى الإسلام كأنهم خمسة أبواب أو كأنهم خمسة أعمدة وبني عليهم الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله عرفنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والخلق مثلناه وتصورناه في صورة دائرة يعلوها العرش والله خارج هذه الدائرة وهذه الدائرة فيها الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان لم يتركه هكذا وحده بل أرشده بيّن له الخير والشر بيّن له الحق والباطل بيّن له الحلال والحرام أرسل الرسل أول الرسل كان سيدنا آدم أبو البشرية والذي خلقه الله سبحانه وتعالى مباشرة وخلق منه زوجه فخلق الإنسان بالذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إذن يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء وكون منهم الأسرة وأنجبوا أولادا كثيرة ونحن من بني آدم ولا زال إلى اليوم الزكر والأنثى يتزوجان ويخلفوا أولاد وتتكون الأسرة كل هذا أرسل به الرسل فأرسل سيدنا آدم وأرسل سيدنا إدريس وأرسل سيدنا نوح وأرسل سيدنا إبراهيم شجرة أنبياء كبيرة ختمت بسيدنا محمد سيدنا محمد طلع الأول يعني اجتهد ونفذ وفضله الله سبحانه وتعالى ووفقه فجعله مثالا يحتذا وقال فيه نطلع الأول وإنك لعلى خلق عظيم كل الأنبياء كويسين وحلوين لا بد نؤمن بيهم كل الأنبياء مقربين عند الله ودعاهم مستجاب كم عدد الأنبياء دول الأنبياء اللي جم إلى البشرية مية أربعة وعشرين ألف نبي مية أربعة وعشرين ألف نبي نعرف منهم كام نعرف منهم حوالي خمسة وعشرين بس خمسة وعشرين بس اللي موجودين في القرآن طب هو ربنا ما ذكرش في القرآن الأنبياء البقين السؤال هو كتب الحاجات دي في القرآن مية أربعة وعشرين ألف نبي ده ولا دليل التليفونات فيه كان زمان حاجة اسمها دليل التليفونات كبير كده فيه أسماء الناس اللي عندهم تليفونات مية أربعة وعشرين ألف لو قالهم لك أنت بيش هتستفدي منهم حاجة هو ذكر لنا اللي نخلي القصص بتاعهم وما حصل معاهم في حياتهم حاجة كويسة نستفيد منها يبقى إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله زي سيدنا موسى مية أربعة وعشرين ألف نبي كام واحد فيهم بقى رسول النبي ده درجة والرسول درجة أعلى من النبي تلتمية واثناشر واحد نبي نعم رسول بس كل رسول يبقى نبي لكن مش كل نبي يبقى رسول طب مين فيهم اللي أصبح النموذج الأمثل لما أمر الله سبحانه وتعالى ولما أراده من العبادة سيدنا محمد يبقى حد ييجي يسألني ويقول ليش معنى ويش عجب أن سيدنا النبي هو يطلع نمرة واحد لأنه عمل يعني جاوب على كل حاجة وعمل كل حاجة عايزين نسمع منكم حول هذا حول النبوة وحول الرسالة وحول الوحي الوحي لما جلنا جاب لنا البرنامج قال لنا يا جماعة صلوا خمس مرات في اليوم وقبل ما تصلوا لازم تتوضوا ولما تيجوا تصلوا استنوا وقت الأزان عشان تصلي الدور وبعدين أزان العصر وبعدين أزان المغرب وبعدين أزان كذا وقولوا في الصلاة اقروا الفتحة احفظوها وكده انت حافظ الفتحة طب الحمد لله من اللي حافظ الفتحة كلكم بقى حافظين الفتحة لازم نقراها في كل ركعة من الركعات